موسيقى سلسلة فقه الدعاء للشيخ عبد الرحمن كريش أبو سعد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق من شاء من عباده في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله خير الورى والعباد خير من دعا ربهم ودعا إلى دينه في كل جمع وناد وعلى آله وأصحابه الأئمة الجياد أولنها والتقى والبر والإحسان والسداد صلاة وسلام دائمين إلى يوم الجمع والتناد من الأوقات التي يستجيب الله عز وجل فيها دعاء عباده في حضور المريض في زيارة وعيادة المريض هذا الوقت هو وقت مبارك قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا عاد المسلم أخاه المسلم كان في خرافة الجنة ما معنى خرافة الجنة؟ أي كأنه في جني جن الجنة كأنه يقطف من ثمارها وخيراتها هذه تسمى لغة خرافة الجنة هذا الوقت وقت نزول الرحمات وقت مبارك تحضره الملائكة كذلك إذا حضر الإنسان أخاه المريض يسن له أن يدعو له بكل أنواع ثابتة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يدعو للمريض بقوله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أن يدعو له بالدعاء المشهور الذي كان جبريل عليه السلام يرقي به نبينا عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر حاسد والله يشفيك بسم الله أرقيك والأدعية الثابتة في هذا الباب كثيرة المقصود أن الإنسان لا يقول في هذا الموطن إلا خيرا ولا يقول إلا كلاما طيبا لتأمين الملائكة على دعاء الناس وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض أي إذا شهدتم المريض في مكانه وجلستم معه وأقمتم عنده فقولوا خيرا أي لا تقولوا شرا طمئنوا هذا المريض أدعوا له بخير أدعوا لأنفسكم بخير لماذا؟ ما هو السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون أي شيء تدعون به تؤمن عليه الملائكة فإذا كان ولابد فادعوا بالخير أدعوا بالشفاء أدعوا بالثبات أدعوا بالصلاح أدعوا بالبركة أدعوا بأي شيء يكون فيه خيرا فإن الملائكة تؤمن وإذا أمنت الملائكة استجاب الله عز وجل لهذا الدعاء ومن الأوقات المباركة العظيمة وقت التعار من الليل أي الانتباه والاستيقاظ قال عليه الصلاة والسلام كما هو عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال من تعار من الليل أي من استيقظ وانتبه فقال دعاء مبارك عظيم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلام كله طيب شهادة لله بالألوهية شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تبرء من الحول والقوة تسبيح لله وتحميد وتكبير وتهليل هذا الكلام كله كلام محبوب لله جل وعلا كلام عظيم كما قال عليه الصلاة والسلام خير الكلام أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع كلمات في هذا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد فقال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني من تعار من الليل ثم قال هذا الذكر ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له إما أن يقول اللهم اغفر لي أي يسأل الله عز وجل المغفرة أو يدعو بأي دعاء شاء من خيري الدنيا والآخرة استجيب له قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث فإن قام فتوضأ فصلى قبلت صلاة وقت يكون أعز ما عند الإنسان وأحب ما عند الإنسان وأفضل ما عند الإنسان هو النوم لكن ينتبه في هذا الوقت فيقوم ينتبه فيذكر الله عز وجل أولا ويدعوه ثانيا ثم إن زاد توفيق الله عز وجل للعبد فقام فتوضأ فصلى قبلت صلاة هذا الوقت حقيقة هو وقت الإخلاص لأن هذه الحال لا يطلع عليك أحد ولا يراك أحد ولا يسمع بك أحد إلا الله عز وجل كيف لا يكون هذا العمل عمل مخلص كيف لا يكون هذا العمل عمل إنسان يرغب ويرهب ويرجو ويخاف ويأمل من الله سبحانه وتعالى صلاحه ومغفرته إلى غير ذلك الصلاة في جوف الليل وقد مضى ذكر هذه المسألة وأنه من الأوقات المباركة التي تكون الدعوات فيها مستجابة والأعمال فيها مقبولة لماذا؟ لأن العبد يختري بربه سبحانه وتعالى ومن الأوقات المباركة وقت ربما هذه المعلومة قليل من الناس من يعرفها ويعلمها لأنها من السنن الغريبة لأنها من السنن الغائبة لأنها من السنن المجهولة وعند جملة من الخلق هذا الوقت هو الذي يكون بين الظهر والعصر من يوم معين هذا اليوم هو يوم الأربعان لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد الفتح وهو من مساجد المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مسجده أعظم المساجد وهو المسجد النبوي هذا المسجد مسجد مبارك جعل الله عز وجل فيه الصلاة بألف صلاة لمن صلى فيه صلاة من فريضة أو نافلة كتب له أجر ألف صلاة من المساجد المباركة مسجد قباء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل يوم سبت يأتيه فيصلي فيه وكان في المدينة عدة مساجد كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها وكان يأتي بيوت الناس كم في حديث أنس في الصحيحين يأتي بيوت الناس فيصلي فيها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا حركاته مباركة أقواله مباركة أفعاله مباركة ذاته مباركة كان الناس يتبركون بعرقه بريقه بسؤره ببقية طعامه بماء وضوئه بلباسه بدعائه به كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك من كل وجه المهم عندنا ذكر هذه السنة الغائبة عن الناس ففي مسند الإمام أحمد كما ذكرت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد الفتح في يوم الاثنين والثلاثة والأربعة يعني أتاه ثلاثة أيام متتاليات وكان يدعو في كل يوم يدعو يوم الاثنين يدعو يوم الثلاثة يدعو يوم الأربعة فاستجيب له يوم الأربعة بين الصلاتين أي بين صلاتي الظهر والعصر فعرف البشر في وجهه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مسألة أو عنده مسائل دعا الله عز وجل بها دعا يوم الاثنين ودعا يوم الثلاثة ودعا يوم الأربعة ثلاثة أيام متتاليات لكن الاستجابة متى حصلت حصلت يوم الأربعة وحتى لا يقول قائل قد دعا يوم الاثنين فلم يستجب له ودعا يوم الثلاثة فلم يستجب له نعم استجيب له يوم الأربعة المهم أن الله عز وجل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعوة واستجاب له في هذا الوقت قال جابر يعني لما شهد هذه الحال قال جابر رضي الله تعالى عنه فلم ينزل بي أمر من الأمور العظام مهم غليظ أي كبير عظيم إلا توخيت تلك الساعة أي تقصدت وحارصت على أن آتي هذه الساعة والساعة المقصود بها وقت بين الظهر والعصر فأدعو بها فأعرف الإجابة جابر طبق هذه السنة طبقها عن يقين لم يطبقها تجربة لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا الوقت واستجيب له تحرق وهكذا كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله تعالى وعليه الصلاة والسلام كانوا يلحظون حركات النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يفعله كل شيء يقوله يتأسون به من هذه السنة الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر قال إلا رأيت الاستجابة أو الإجابة أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لصالح العلم والعمل وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته